تصدع سياسي جديد أم محاولة قفز من المركب الغارق أم مناورة سياسية من أجل حصل الأصوات الانتخابية في لبنان أسئلة عديدة يثيرها التصعيد الجديد لرئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل بعد هجومه على حليفه الاستراتيجي حزب الله معتبرا أن تحالف تياره مع الميليشيا الموالية لإيران فشل في بناء الدولة إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يفتح باسيل النارة على ميليشيا حزب الله بل سبق أن أعلن مطلع الشهر الجاري أن اتفاق تياره مع الميليشيا بحاجة إلى إعادة نظر لمعالجة التحديات المطروحة أمام اللبنانيين خصوصا الاقتصادية والمالية مقرا في ذات الوقت باستشراء الفساد الحكومي في لبنان تغطية الفساد أو السكوت عنه كان شكل من أشكال القبول فيه كل اللي سكتوا عن الشيء اللي صيب بيد أن هذا التصعيد الإعلامي والاعتراف بالفشل يقابله تشكيك بحقيقة التصدع بين الحلفاء إذ يرى محللون لبنانيون أن هذه الخطوة تأتي غمن مناورة سياسية بهدف تحصيل مكاسب انتخابية وأن التصريحات الصادرة عن باسيل تعد بمثابة افتتاح رسمي للسباق الانتخابي في مسعى منه لتعزيز موقعه في الخارطة السياسية بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر آيار المقبل وتدفع مخاوف باسيل من خسارة الانتخابات وفق خبراء إلى تصعيد الضغوط على ميليشيا حزب الله أملا في الحصول على تعهد مسبق لخلافة ميشيل عون برئاسة الجمهورية حتى لو تراجعت كتلته النيابية في البرلمان المقبل وفي خضم ذلك تطرح أوساط لبنانية تساؤلات عن مشكلة البلاد الحقيقية فهل بات يقف حلها على تزكية ميليشيا حزب الله باسيل أم في البحث عن حلول للأزمات المستفحلة التي يعد عون وصهره والميليشيا الموالية لإيران سببا رئيسا مما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدد بتلاشي لبنان اشتركوا في القناة